ياسمين 27 سنة امساك واحيانا بينزل دم في البراز هاجر وجع في بطنها من ناحيتين تحت السر عندها املاح وصديد وحرقان في البول وامساك لا في نقطة مهمة لا لسه متجوزها دي ايه المشكلة طبعا المفروض ان احنا كاطباء قلقط الناحية دي في المريض مع بداية الزواج وبداية علاقة زوجية بيحصل نوع من انواع الاحتقام في منطقة الحوت حتى نوع من انواع التهاب المسانة هي بتقول الوجع تحت السرة يعني تحت السرة دي منطقة المسانة ومنطقة المبيضين طبعا عشان فيه علاقة بدأت فيه احتقام فيه ألم بحاجة مشهورة اوفوته بتاسمها هاني مونس ستايتس التهابات المسانة المصاحبة لشهر العسل نحن نفسر على بقى صده القولون ومش القولون ده كله دي غالبا هاني مونس ستايتس ان شاء الله هتتحسن بتتخفل وحدها حتى الانساك اللي جد عليها فجد عليها لانها انتقلت من بيت الى بيت ما ننساش توطر الحياة الزوجية وده انتقلت بداية حياة جديدة بداية حياة جديدة وعلاقة عضوية هي مش واغد عليها والكلام فأرجو ان احنا نراعي الزواهر الصحية يعني تنصحها وتاخدش عدوية تسيب نفسها شوية تاخدش اي حاجة تعرض نفسها على دكتورة النساة بتاعتها اذا كان فيه اي نوع من انواع الجماع المؤلم تاخد اي ادوية معينة تلطفه وترطبه اشتراك في القناة اشتركوا في القناة